بالنسبة لدعاء التوجه بالنسبة لدعاء التوجه وهو الدعاء الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام يسمى بدعاء التوجه وهو دعاء مستحب في الفتاوى الواضحة لم يرد ذكر لهذا الدعاء يعني سيد محمد باقر الصدر لم يشر إلى هذا الدعاء لا من قريب ولا من بعيد لا يعني أنه لا يذهب إلى القول باستحبابه لكنه لم يشر إلى دعاء التوجه الذي يقرأه المصلون وجهت وجهي أنا أرى الكثير من الناس يقرؤونه حتى قبل الإقامة ويقرؤونه قبل تكبيرة الإحرام هذا الدعاء مستحب أن يقرأ بعد تكبيرة الإحرام هكذا ورد عن أهل البيت في منهاج الصالحين للسيد الخوي الدعاء له تفصيل موطن الشاهد هنا فماذا يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ثم يستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ سورة الحمد هذا الدعاء يستحب بعد تكبيرة الإحرام هناك تكبيرات ثلاث مستحبة وبعد كل تكبيرة دعاء لكن موطن الشاهد هنا أن المصلي بعد أن يكبر يقول هذا الكلام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض تبهوا للكلمات عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ثم يستعيد ويقرأ سورة الحمد هذا منهاج الصالحين للسيد الخوئي وقلنا السيد محمد باقر الصدر لم يشر إلى ذلك السيد الخميني في تحرير الوسيلة السيد الخميني في تحرير الوسيلة نفس الكلام الذي ذكره السيد الخوئي أيضا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الدعاء ثم يشرع في الاستعاذة والقراءة بالضبط نفس الكلام الذي ذكره السيد الخوئي السيد السيستاني في منهاج الصالحي بالضبط نفس الكلام الذي ذكره السيد الخوئي أساسا هي هذه الرسالة رسالة السيد الخوئي وسيد السيستاني حذف وأضاف بحسب ما يرى نفس الكلام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الدعاء ثم يستعاذ ويقرأ سورة الحمد ويستمر في صلاته الأحكام الفقهية للسيد محمد سعيد الحكيم لم يشر إلى دعاء التوجه في رسالته أما السيد صادق الشيرازي فهو الآخر أيضا لم يشر إلى دعاء التوجه إذا ذهبنا إلى روايات وأحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فماذا تقول رواياتهم في دعاء التوجه على سبيل المثال في الفقه الرضوي في الفقه الرضوي ماذا تقول بعد تكبيرة الإحرام هذا هو الفقه الرضوي أو يسمى بفقه الرضا صلوات الله وسلامه عليه مؤسسة النشر الإسلامي الطبعاء الأولى 1431 هجري قمري فماذا تقول روايات أهل البيت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه مسلما وما أنا من المشركين إلى آخر الدعاء هذا المضمون ورد في الفقه الرضوي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وفي كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي الرواية عن الحسن إبن راشد أن الإمام الصادق عليه السلام سأله كيف تتوجه فقال أقول لبيك وسعديك فقال له الصادق عليه السلام ليس عن هذا أسألك لأن هذا أيضا يسمى توجه كيف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما قال الحسن أقول فقال الصادق عليه السلام إذا قلت ذلك فقل على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب والاعتمام بآل محمد حنيفا مسلما وما أنا من المشركين هذا قول الإمام الصادق وأما ما جاء في التوقيعات عن إمام زماننا الحجة بن الحسن ماذا نقرأ في دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين وما أنا من المشركين إلى آخر الدعاء هذه المضامين لم يردها أحد من علمائنا لماذا لأنها ضعيفة بحسب ترهات علم الرجال الناصبي هذه الرواية الضعيفة فتركت وتلاحظون الدعاء الذي ثبته علماؤنا الدعاء الذي هو أشبه بالدعاء الذي يقرأه المخالفون أما هذه الأدعية التي أشرت إليها في الفقه الرضوي أو في الاحتجاج وفي توقعات الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه هي الأنسب مع ذوق الأئمة تلاحظون دائما على طول الخط أن علم الرجال الناصبي نتائجه ما هي أليس أن الأمور تستبين من خواتيمها نتائجه دائما تضعيف الروايات القريبة من أهل البيت ودائما يقوّر الروايات التي ذوقها قريب من المخالفين هذا على طول الخط وهذا مما يدلك على أن هذا العلم لا علاقة لأهل البيت به لأن النتائج دائما تكون بعيدة عن ذوق أهل بيت العصمة صلواته الله وسلامه عليهم أجمعين